في شمال الأردن تحديداً بقرية تبنى الواقع في محافظة إربد لا يزال أبناء القرية يحافظون على تراثهم القديم ومهنتهم التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي فعصر الزيتون ليس سهلاً بالنسبة لأبناء تبنى بل يمر بعدة مراحل موسم الزيتون شايف يعني صحيح هو بغلب شوي لأنه من السنة إلى السنة والأرض يعني إذا ما عطيتها ما تنطيك خاصة الزيتون وأي نوع شجر الزيتون بده رش بده حراثة بده تقليم إحنا التجهزات مجهز قبل الفراطة هاي الرئيسية اللي هو منظف تحت الزيتون طبعاً إذا كان تحت أي شيء إذا يعني فيه شوك فيه شغلات منجيب عمال منجهز مفارش على شكلها طبعاً إحنا الفراطة تقريباً يومياً يوم بعد يوم إحنا نفرط من عصر ما من بيت الزيتون وعلى الرغم من توفر الآلات الحديثة لعصر الزيتون إلى أن أبناء قرية تبنى مازالوا متمسكين بعبق الماضي بعصر الزيتون بالطرق القديمة معتبرين أن له مذاق خاص إضافة إلى أن زراعة الزيتون تعتبر ضمن سلم أولوياتهم لعدم توفر فرص عمل أخرى تساعدهم على العيش وتأمين حاجياتهم الأساسية هذه المحصرة تخضناها لها عندنا من أربعين سنة من أول وإلي بشغل بيها عشرين سنة وهذه المحصرة الحمد لله رب العالمين طريقتها كالتالي طبعاً بعد قطف الزيتون عن الزيتون عن الزيتونة طريقتها يتم نشره أو نشره على ظهر الأسطح لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعد ذلك يتم نقله تجف الزيتونة ويتم نقله إلى المعاصر هذه المعاصر القديمة إلى المعصرة إيطالية قديمة أما المعاصر المتطورة فوصلت حديثاً إلى القرية ليعتمد عليها السكان في عصر الزيتون والتي تمتاز بسرعة الإنجاز وتوفير الجهد أنا مفضل معصر الحديثة الحديثة طبعاً يعني تقنيات حديثة وتكنولوجيا وفيه فرازة بتفرز المي ونسبة الزيت والحموضة كله بطلع طبعاً زيت صحي وسليمي بالمية أما المعاصر القديمة ما فيها بسلقوا الزيت وبنشفوا المية وبنشفوا الزيت من على السطح طلعوا المي منه وبحطوه بالدريس بعدين على المكبس ما فيه فرازة تطلع الحموضة ولا نسبة حموضة ولا فيه تطلع منه نسبة المي المتبقية مع جواء شتاء الباردة يعود موسم الزيتون ليلم شمل العائلات التي تجتمع لقطف ثمارها لعصرها وبيعها والاستفادة منها